عقارب الساعة تقترب من ساعة الصفر التاسع من ما يذكر النصر على النازية هنا في المناطق الانفصالية وفي روسيا بشكل عام ترقب كبير وحذر شديد من الهجمات الأوكرانية المضادة لكن المشهد على الأرض يختلف تماما خالد فالقوات الروسية هي التي تنفذ هجمات قيل بأنها الأولى من نوعها غير مسبوقة على جميع المدن الأوكرانية حيث شرنيغف كييف أديسا جيتومر كثير من المدن استهدفت فيها القوات الروسية كما تقول مواقع عسكرية ومخازن للذخيرة كما أن المشهد هنا على الأرض متطور جدا يعني خلال الأربعة وعشرين ساعة كانت ليلة صاخبة إن كان في باخموت أو أفديفك أو مارينكا في باخموت خاصة تقدمت القوات الروسية 280 مترا في المنطقة الغربية والحديث عن حوالي كيلومترين لإكمال السيطرة على باخموت بعد أن أعلن بريغوجين أن الجيش الروسي سيدعمه وهو ينتظر الذخيرة التي طلبها لإكمال السيطرة على باخموت وهذا يعني إلغاء لعملية الانسحاب المقررة في العاشر من هذا الشهر أيضا كان هناك عمليات هجومية كبيرة في مدينة أفديفكا كان الحديث عن قنابل ذكية سلاح الجو لم يتوقف طيلة ليلة أمس وأيضا الصباح اليوم الحديث عن محاولات اختراق وتوسيع الطوق ولكن بعمليات هجومية وعمليات اقتحام أكبر بكثير من السابقة مارينكا أيضا شهدت عدد من الهجمات لكنها كانت متواترة مثل الأيام السابقة إلا أن المدينة منخفض فيها حتى الآن سقوط القدائف والصواريخ قتيل واحد وعدة إصابات في أحياء مدينة دانيتسك المحور الأهم إذا سمح الوقت وبعجالة خرسون وزبروجي التي تشهد معارك عنيفة جدا حيث إجلاء لجميع السكان أو معظمهم من المناطق القريبة من المحطة النووية مع ارتفاع في منصوب المياه من قبل القوات الأوكرانية لإغراق المحطة وإعادة السيطرة عليها وفي خرسون محاولات لعبور النهر للوصول إلى مراكز الجيش الروسي من قبل الجيش الأوكراني الهجمات المضادة متوقعا تكون في الجنوب الأوكراني وليس في دانباس لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات